دائماً الناس بتعرفوا على إنه هو حركات جسدية إنه نقدر إزاي يستجيب للعنف الموجه قدامي إذا كان مرأة أو الرجل بس إحنا بتدينا نخطب بمنظور مختلف شوية لأن بعد ما بتضرب على حركات معينة أو مواقف معينة بشكل جسدي بتعرض لموقف بعد الشر يعني للجميع لو قدر الله حصل لبنت إحنا دلوقتي بنكلم عن البنات أو الستات لو حصل بيبدأ السترس هورمونز تشتغل في الجسم ويبدأ الجسم يدخل في حالة اللي هي بنسميها سورفايفول مود السورفايفول مود فيه أجزاء من يحاول النجاة يعني يحاول النجاة بالضبط دي حاجة ربنا خلقها فينا هي المود دي بتقفل وظائف كتير قوي في المخ ومنها التركيز فبيبدأ أنه هو يشتغل على الغريزة أكتر وهو ده الأساسي لبرنامج بتاعنا إن إحنا خدنا الغريزة بتاعة الإنسان اللي ربنا خلقها فيه ليه نغيرها وهي ربنا خلقها عشان نقدر ندفعها نفسنا فإحنا عملنا برنامج نفسي وفي نفس الوقت الجسدي حركات بسيطة جدا مبسطة قدر أفتكرها ساعة الخطر من غير تركيز وبنبربجها داخل العقل الباطن عن طريق برنامج نفسي هو لينا زميل مصطفى صالح وفي زميل تاني أحمد حامد مصطفى هو مدرب التنويم إحاقي وبرمجة لغوية عصبية هو بيتولى الجزء ده أنه هو يدرب البنات الأول على حاجة زي تخيل للموقف بيغرزوا جوع لهم الباطن بحيث أنها ما تبقاش أول مرة تعيش الموقف السيء تغلب على الصدمة أنه لو حصل على أرض الواقع تتغلب على الصدمة كأنه حصل قبل كده أو بالزبط كده ده أولاً ده الشق الأول الشق التاني لما بتتجهز قبل التمرين لحاجة زي كده وبنبدأ نعمل لها حاجة بنسميها أو محاكاة محاكاة للضغط العصبي بالزبط بالزبط اللي بيحصل في الحقيقة فتبدأ تشتغل عندها الميكانزم اللي ربنا خلقوا فينا اللي هي السورفايفل مود تبدأ تتوتر تنسى الحركات المعقدة ويفضل عندها اللي طبيعتها بتلجأ ليه وهو ده اللي دايماً يفضل معها مش محتاجة تتذكره كتير لو بعد الشارع اتعرضت لموقف طارق ده هيطلع منها بشكل ريفلكس أو بشكل هنقول استجابة طبيعية على طول بسرعة طيب سهر يعني دعني فقط أطرح ذلك أيضاً على أميرة يعني الدفاع عن النفس أنت شابة للي هل بتحاولي أنه الفتيات تستفيد من خبرتك أو يعني تجاربك الحياتية ربما تنبس إحنا كلنا تعرضنا لمواقف كتيرة جيداً أولاً أنا حالياً أم كمان وبنتعرض لمواقف أنه ممكن تبي ماشي بأطفالك وتعرضي المواقف أن الطفل يتشد منك بتعرضي المواقف مدايئة ومعاكي أطفالك فبيبقى السترس عنك عالي هتصرف إزاي معايا الأولاد طبعاً في خلال الحياة اللي فاتت والجامعة والفترة دي كلها تعرضنا لمواقف كتيرة جداً بقى في كل حاجة فكتيراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر